أول حاجة أسألك عنها نصيحة اليوم أه قولي عنها نصيحة اليوم اتولدت في أول السنة دي يعني أنا بعمل شغل على السوشيال ميديا بقالي حوالي 4-5 من 2016 بنكلم في 6 سنين تقريبا السنة دي قررت أن أنا هبتدي أعمل حاجة اسمها نصيحة اليوم لأن فيه نصيح كتير قوي بنشوفها بتبقى مكتوبة وبتعدي علينا كده مرور الكرام فقلت طيب تلما بنقرأ الحاجات دي ومنقطنع بيها قوي ساعتها وبنعمل لايك ومنكومنت عليها ونبعثها لصحابنا طيب ما ناخد الحاجات دي ونترجمها ونخليها بلغة بلدنا وبصياق نقدر نفهمه كلنا على الأساس أنه فيه ناس كتير قوي 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 طالعين الحياة دلوقتي وشباب لسه في الجامعة ولسه في المدرسة ما عندهمش خبرة في الحياة فبحاول ألاقي دايما الموضوع أنه يبقى ألاقي على المجتمع بتاعنا وحياتنا ومفهومنا والكولتشر بتاعتنا عشان نسهل لهم بس الدنيا شوير أن المكتر السرعة والحياة السريعة والمدرسة وجامعة والحاجات دي والسوشال ميديا والتطورات اللي بتحصل كل يوم الناس أوقات بتنسى إيه الأصول وإيه الحاجات الصحة وإيه الحاجات الغلط وإزاي يفكر في نفسه وإزاي يحب نفسه فده اللي أنا بعمله عشان أحاول أساعد الناس أن هما يوصلوا للحب النفس وأن هما يعرفوا يتعاملوا مع الحياة بطريقة أحسن شوية ونصيحة اليوم أنت بتعملها حاجة يومية يومية يعني مثلا النهاردة كانت إيه نصيحتك؟ النهاردة لسه ما نزلتها إيش هتنزل إيه غششنا بقى بدري بدر النهاردة والله مش فاكر هما إيه بالظبط اللي أنا حطت خمسة عندي على التليفون هنزل واحدة منهم النهاردة بس خلينا كمان شوية نبص عليها وأقولك